انا واصق ومتأكد انه جمهور كرة القدم المصرية كلها تحترم وتحب الكابتن عبدالحمين بسيوني ما لقاش علاقة بقى لزمالكية والاهلية والاسماعالية ولا اي حاجة لو تقول حاجة لجمهور كرة القدم في مصر اللي انت مفروض واحد منهم وانت بتشاهد منتخب مصري دلوقتي كلنا كلنا جمهور منتخب مصري تقول لهم ايه الايام اللي جاية ديت اللعيبة محتاجة انا انا بقول لهم احنا احنا عشان خطري واحنا كلنا في مركب واحدة وكلنا بنتمنى اللي انتوا بتتمنون ان احنا نرجع بالبطولة وحابين منتخبنا فحابين ان احنا نسيب النقد شوية ونشجح نبقى مشجعين حقيين داعمين لمنتخبنا الوطن نوصل الكلام الايجابي ان احنا في ظهركم ومعاكم وبندعمكم وثقاتنا فيكم كبيرة ان انتوا ان شاء الله باذن الله حتتأهلوا للأدوار مش الدور اللي بعد كده الأدوار النهائية وان شاء الله ترجعونا بالبطول خلي دايما الدعم دلوقتي ورسالة الدعم هي الاساس سيبنا من نعب حميد كان وحش النهاردة كلان كان النهاردة كان فلان المفروض يلعب كلنا تحولنا ان احنا كل واحد بحط التشكيل على هواه خلي التشكيل للمدير الفات وخلينا دايما ندعم اللي هيلعب ايا كان الاسم بتاعه ايا كان ندير لان احنا في الاول وفي الاخر جماهير عاشقين لبلدنا فبنتمنى الدعم في الفترة دي واي كلمة سلبية بالله عليك عشان خطري اركنها على جنب خليها خليها بعد دلوقتي وخلي دايما الكلام الطيب اللي يوصل للعبات لانهم بتابعوا بتابعوا وبيشوفوا وبيسمعوا فاتمنى كل المسؤولين حتى عن البرامج الرياضية نبطل كلام في مين يلعب ومين ما يلعبش فلان حلو فلان وحش فلان قدم مرضوط فني عالي وفلان قدم مرضوط فني قليل خلي ده الفترة دي لغاية ما نخلص من المباراة دي ونتأهل للدور التاني ان شاء الله وان شاء الله بعد البطولة حيبان فوزنا بالبطولة الدعم اللي انت دعمته ده حيبقى دعمه طول الوقت بعد كده لو انت عندك كلمة وبعد كده بعد البطولة وفيه حاجة تاني بخرجها بعد البطولة عارف بالمناسبة وكل التوفيق لمنتخبنا ان شاء الله انا في كابتال عبد الحميد من الحاجات اللي بتتألف النص كده يعني على هيا مش يعني يقول لك ايه دلوقتي ما ستلاقي واحد داخل يقول لك ايه انا من كابتال عبد الحميد بسيوني بيجامل منتخم مصر اه يجامل لليه ما انا مشجع ايه لا وده منتخم مصر انا افهم لا انا افهم انا ادخشتهم مثلا ايه كابتال عبد الحميد بسيوني يجامل الزمالك يجامل الاهلي يجامل الاسماعيلي بس هو طبيعي منتخم مصر نتكلم عنه كده يا جماعة يقول لك وهو انت بتجامل ليه منتخم اه جامل وهقول لحضرتك انت بتتكلم ازاي وده دوري كمدرب وده دوري كرياضي ودوري كمصري يا جماعة انا هشجع منتخب بلدي وحقفه ظهره وهدعمه وهو في اسوأ ظروف الله وهو في اسوأ ظروف وكابتال كريم محتاج مني الكلمة الطيبة صح مش محتاج مني ان انا دوس عليه وانقضه واحنا احنا احنا عارفين الاخطاء وعارفين كل حاجة وعارفين مين قد ومين ما قداش بس لكل حدث حديث الحديث دلوقتي ان كلنا لازم ندعوه منتخب روح كالعادة كابتال عبد الحميد وبشكرك شكرا جزيلا